تعالوا نتعرف على فعاليات المؤتمر الوقيم مؤخراً لتكريم الرياضيين في ألعاب القوة وكمان الإعلان عن نصف معرفة الأهرامات تعالوا نتابع التقريب أتفضل مبسوط بهذا الإيفنت عشان أول مرة نكرم أبطال العرب القوة رسمياً في مكان حالو كده وبشركة المناجس دي أول شركة مدد ديها لنا ويعني قرمت الولاد طبعاً من ناحة الدعم احنا هم هتجين دعم أكتر من كده كتير يعني اللي عبدنا فيها ستة واربعين ميداليات يعني أنا لو خدنا دعم كتير يعني في الولمبياد لو قدنا نعمل يعني بقى ستة واربعين عشر ميداليات تبع حاجة حلوة أوي يعني بس الكلام ده مش هيجي لوحده يعني فيه مجهود وفيه اكتشاف مواهب وفيه تمرين وفيه وفيه صرف الفلوس كتير يعني بس يعني لازم أشكر أشكر الناس اللي بترعى الرياضة وبترعى عنا احنا والله دي أنا بشوفها حاجة يعني ما حصلتش في تاريخ ألعاب القوة طبعاً أنا قبل ما كنت قبل ما كنت مدرب أنا أكيد كنت لعب سابق دي حاجة ما حصلتش في تاريخ ألعاب القوة تماماً إن يكون فيه سبونسر للعيبة المتفوقة لمدرب اكتهد ما كانش بطبع الحقيقة ما كانش فيه بيعود أي عائد على اللعب من مكافئات دي حاجة معروفة ولكن من لعب منتخب يعني لعب منتخب عمل رقم قياسي جديد ده المفرود يخد مكافئة ده ما كانش بيحصل لكن النهاردة مع الشراكة مع مراكز وأنها تكون راعي دي حاجة كويسة جداً جداً هتحفز لعيبة كتيرة جداً جداً نهما يحطموا الأرقام المصرية القياسية وده هيؤدي أصلاً إلى تطوير اللعبة إحساسي للتكريم إن إحنا دعمنا يعني جانا دعم من كذا مكان فالدنيا بقت موفراننا أكتر إن إحنا نكمل في اللعبة وحاسين إن في حد معانا والناس وقف معانا ومصر يعني معانا برضو ومين شجعني مدربي أكتر أحب يقف معايا ووالدي ووالدتي معايا وإخوتي فإحنا مع بعض في كل حاجة في أي حاجة بنعملها يعني طبعاً فيه دعم كبير من مزارة الشباب والرياضة لنا في البطولات وكده بصراحة وقفوا جنبينا آخر فترة وإن شاء الله يقفوا جنبينا في القدام يعني إن شاء الله